اشتركوا في القناة رجعت للمجاريها ونحن نرحب كثير بالجزيرة وتعتبر نفسها مكتب الجزيرة في الجزائر العاصمة مؤتمد رسميا ابتداء من هذه الحصائف هذا اول خبر مهم في هذا اللقاء الجزيرة معتمدة في الجزائر شكرا جزيلا سيد الرئيس على هذه الثقة ونرجو ان نكون في مستوى هذه الثقة وان نقدم للمشاهد صورة ايضا حقيقية عما يجري في الجزائر ومن هذه الصورة نبدأ بموضوع لقاءنا في هذا اليوم قبل ايام صرحتم بان عندما استلمتم السلطة في الجزائر كان الوضع خطير جدا وبعد ايام انتخابات ايضا هامة واستثنائية هي الانتخابات التشريعية وهذا يدفعنا للسؤال كيف هي الجزائر الان مع الصورة الاولة وجدتمها عليها؟ هي ملاحظة هي مش عامانة مش سنتين وسنة ونصف تقريبا سنتين ينتهو في ديسمبر ان شاء الله كل حال انا كنت سبق وقلت ان بالكلام على الحراك المبارك الاصلي انه انقد الجزائر من كاريتا كانت يعني واضحة المعالم وكنا ماشيين في داهية كما يقولوا بالعامة يعني كانت تقهقر الدولة الجزائرية وصل درجة انتعدى وبان يعني مبقاتش دولة حصابة لهذه الدرجة لهذه الدرجة لهذه الدرجة يعني لما السياسيين والاساتيدة في العلوم السياسية والمؤرخين يترقوا لهذا الموضوع ربما يوضحوا اكتر للعالم وللجمهور الجزائري ما كانت لاش انا قلت الحراك المبارك من عمد الله عز وجل في ذلك 13 مليون جزائري نقضوا بلادهم كنا ماشيين لشبه هذا خمسة رئيس ما يسير يعني كان في وضع صحي لا يسمح له حتى بالكلام حتى بال فيه عصابة بشثولي على على السلطة في الجزائر لمدة خمس سنوات اخرى وتنهب ما بقيا لم ينهب بعد وربما كانت تنتهي بأمور عنيفة لو كان استمرت الدوابان تعد دولة هذه اذن اليوم الحمد لله مثل ما يقولوا بالعامة عدنا اللي شاف الموت يرضى بالحمة يعني الوضع انتعنا مش يعني المزالة خضير لا الخطر زال الخطر زال الخطر زال جاي من تراكمات تأحدات يعرف ان التغيير يجي من الداخل ان التغيير يجي من المؤسسات التغيير ما يجيش بالعنف وبالدم وبالجاوز هذه المرحلة اليوم فيه وعي سياسي بالنسبة للجزائرين شي رهيب عند شاب قبل قبل ألتقد وأعذرني على المقاطعة ربما فقط لذيق الوقت حتى نستفيد من وجودك معنا في هذا اللقاء الألهام أشرت لمجارة في التسعينات بوقع انحراف كبير بعد الانتخابات في الجزائر الانتخابات القادمة هناك أيضا أنا تتكلم عن ماذا لو تقدم الإسلاميون في الانتخابات التشريعية القادمة هو الإسلاميين بالصيغة الجزائرية مش الإسلاميين بالصيغة في دول أخرى مثل مصر مثل كده لأننا الإسلام لديولوجي مشا وما يرجعش وبلد مسلم وحتى اللي داعوا أحزابهم الإسلامية ما فيش حاجة إسلامية من غير السياسة العامة على البلاد ما فيش يعني لون إسلاموي في السياسة السياسة ما كانش إيديولوجية ربما تظهر شوية في الاقتصاد ولكن الدولة الجزائرية هي مشات الاقتصاد المصرفة الإسلامية يعني ما بقاش فيه بقاش فيه انحراف اليوم حريت حريت تعبير وحريت التصرف وحريت العراء السياسية حريت خلت واحد ما هوش مسلم ولا بلد غير مسلم يتخوف من هات الصورة هذه ولكن بلد مسلم طيب الشرطة إلى مصطلح العصابة وهو من المصطلحات الأصبحت دارجة بكثرة في الجزائر قلتم أنه على صعيد السياسي ببناء هذه المؤسسات الرئاسة الدستور بعد أيام الانتخابات التشريعية تم تجاوز حد كبير أو نصيب كبير من هذا الخطر ماذا عن العصابة ماذا عن الفساد تحديدا هل تم لجم حجم هذا الفساد أم ما زال موجودا لازمنا نكتشف لازمنا نكتشف يعني حجم كان حجم رهيب مئات الملايير الدولارات اللي تنهبت وخرجت الخارج البعض ظهر منها والبعض غير ظهر تقدرش تعرف هي الدولة استثمرت ما يقارب ألف مليار دولار من بداية الألف الأولوبيين يقولوا أن حجم تدخيم الفواتر فقط يساوي 30% الاستيراد كان فوضاوي كان فيه فوضى وكان كل شيء مركز بين 50 شخص بالتقريب هما أهل الحل والربط هما أهل القرار هما يقروا من يستثمر ومن لا لا يسمح له بالاستثمار إلى أخير تقولوا بأن مصطلح الأوليغارشية ربما أصغر نفعل هؤلاء أكبر من مصطلح الأوليغارشية أكتر أكتر نسمي أهل بالفرنسوية سلطة السراق أكتر من الأوليغارشية أعتقد أن دينا نسترجع إن شاء الله نسترجع في العدالة قررت حج كل المتلكات وأموال الظاهرة أنت السراقين هذو ترجع للخزين إن شاء الله ما تبقى طامعين وطامحين في نفس الوقت أن الأصدقاء في أوروبا وفي غير أوروبا يساعدون على الاكتشاف واسترجاع في نفس الوقت الأموال اللي ضعت منها من الجزائر هذه بصفة عامة يعني الفساد كان فساد عام يعني على كل مستويات وصل درجة حتى تصبح من تقاليد الدولة الرشوة والأمور هذه من تقاليد الدولة باش تحارب كل هاتشي في نفس الوقت وتحارب العصابة وتحارب مش سهل ولكن شعب واعي واعي درجة أقصى درجة ممكن وانت شفت ملاحظتوا أن الشعب يعني ماشي مع الخطة اللي استطرناها وهذا يشرفني أن يكون فيه موافقاً على المواطن بالنسبة الاتزامات الـ 54 اللي التازلت بها منها بالبرنامجة والبرنامجة الاتزامات الـ 54 تيموناً بثورة 54 دائماً الثورة الجزائرية حاضرة حتى في أدق التفاصيل طبعاً وأذرني على المقاطعة أيضاً مرة أخرى قبل أن ننتقل للمواضيع الدولية لبأس أن أطرح بسألة الحراكة أنتم صرحتم فيما يتعلق بموقفكم وفهمكم ومتابعاتكم ومما يتعلق بالحوار ولكن أعتقد أن مشاهد الجزيرة يحتاج إلى مزيد من التوضيح فيما يتعلق بالحراكة الذي سميتموه مباركاً وأصيلاً في يوم ما والحراك الآن تقولون أنه لم يعود يعكس ما كان عليه في البداية باختصار لو تكرم سيدة الرئيس الحراكة الأصلي حراكة الأصلي خلى الجمعة الثانية من الحراكة كان 13 مليون جزائري في الشارع نساء رجال شباب شبات 13 مليون يعني بعد واصلوا بسلمية تهم بسلمية وتحت حماية الجيش ومصالح الأمن فيه ناس حاولوا يستفزوا مصالح الأمن والجيش حتى تنقلب إلى أمور أخرى عن في الأخيرة ولكن الشعب ما مشاش سلمية سلمية أرفض العهد الخامسة أرفض انتداد العهد الرابعة وفي النهاية كله أغلب الشعب المواطنين هدو مشاول الانتخابات الرئاسية مثل ما اقترح عليهم قائد الأركان رحمه الله أنا ذاك تعالى الجيش كايت صالح إذن المشاركة في الانتخابات كانت ما يفوق أكثر من عشر ملايين ناخب في 13 مليون يعني بعد الحراك الناس رجعوا لبيوتهم لأن انتصروا وقفوا الرئيس السابق استقال وقفة ما بخيش عهدها خمسة ما فيش امتداد ما فيش وتخلنا في عهده أخرى جديدة بالنسبة ما تبقى اليوم نتكلم على 13 مليون اليوم فيه مئات تخرج هنا ولا هنا ولكن مجهولة الهوية مش موحدة لا فكريا ولا في المطالب ولا في الشعارة نتطور يعني في 58 ولاية فيه بالتقريب 50 ولاية 51 ولاية ما فيها ولا واحد يخرج الشعارة في بعض الولايات يخرج مئة 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 ولكن بشعارات مختلفة ما هوش بالشعارات نتعلق سيد الرئيس نبهني إلى مسألة مهمة تقريبا أكثر من 60 مقابلة أجرها وزير الاتصال في الجزائر كانت تتكلم وتتحدث سيد الرئيس عن كلمة المؤامرة هل هناك مؤامرة على الجزائر وما نوعها مؤامرة على الجزائر موجودة من زمان مش من اليوم يعني الجزائر مستهدفة لأن ربما بلد ما ما يسمحش التطبيق كلي للمؤامرات تحيط بالعالم العربي بصفاء ما نحن الجمهورية الوحيدة اللي بقات وقفة كل داروا فيهم ما يسمى بالتخريب العربي ولا الرابع العربي ولا يسميها كما يحبه ولا يسميها كما الجزائر غير داروا في المشعل نتع فلسطين ونتع السحراء الغربية ونتع الدول الشعوب المقهورة والشعوب المضطحة الدولة الوحيدة إذا لازم الصوت هذا يسكته وما يسكتش لأن الشعب هذا هو طبعه هناك ميراث وما اليوم الجزائر على الخطيرة لأن الجزائر ما فيها ما عليها مديونية ما عليها احتادين في كل إفريقيا وشمال إفريقيا مستقلة بمواقفها مستقلة بمواقفها لأن واحد ما يسنى فرنك ليس ليس يخلص أولا ثانيا نظامها الاجتماعي مدستر ومقنن بعض سموها شراء ديمان بعض سموها كذا ولكن اليوم طب مجاني والتعليم مجاني والمواد الأساسية مدعمة من الدولة من الدولة في الأخير يعني كل أمور هذه تسمح المواطن بعيش كريم ربما مش بالعيش اللي يطمح فيه يطمح به ما تقول سيد الرئيس يستفز عندي الكثير من الأسئلة ربما يدفع للسؤال عندما تكلمت عن دور الجيش في هذا الانتقال بين ما كان وما عليه الجزاء الآن يدعون للتساؤل عن أسئلة مطروحة عن العلاقة بين الرئيس وبين الجيش ذكرت في تصريحاتك الأخيرة أن الجيش أثبت وفاءه وكذلك أثبت حرفيته ومهنيته عندما كنت مريد الأول شيء الحمد لله على السلامة وإن شاء الله ما تشوف الشر مثل ما يقول إخواننا المشارقة حدثنا عن هذه العلاقة بينكم وبين المؤسسة العسكرية والله علاقة حميمة وعلاقة نعتبرها طبيعية لدرجة أن حتى لما صحفيين أوروبيين يطرحوا السؤال نفاجأ لأن ما فيش مشكل ما كانش الجيش مؤسسة دستورية والجيش يقدس الدستور والجيش حامل حماية يعني معروفة أن الجزائر اللي كان استقرارها ما تمسش لأن الجيش قوي جيش قوي فيه واحد قال نكملوا مع سوريا ونتكفلوا بالجزائر هكذا قيل قيل رسميا ولكن للبيت رب يحمي احنا لحمنا مر لا يتكل طيب واللي يبغي يجي يتفضل دخلنا بشكل أو بآخر فيما يتعلق بما يجري في الخارج ودعني أبدأ بالإقليم كان لافتا جدا زيارتكم لزعيم جبهة البوليزاري وسيد إبراهيم غالي زيارة مهمة في توقيتها وفي حيثياتها هذا يدفعنا للسؤال عن هذه الزيارة وعن العلاقة بشكل مباشر بينكم وبين المغرب ما علاقة بينه وبين المغرب أنا أسبق لي وقلت أن ما عندنا مش مشكل مع المغرب يبدو أن المغرب عنده مشاكل معنا يتفضل تفضل جلسوا على طاولة وقول ما هي المشاكل تاعك معايا أما قضيت السحرة ما هيش قضية اليوم ما هيش والدة اليوم عندها ربعين سنة ربعين سنة وقضية السحرة لها بين يدين الأمم المتحدة وفي اللجنة تصفية الاستعمار ما هيش فيه لجنة يعني الخيرية تصفية الاستعمار الأمم المتحدة تعتبر أن السحرة الغربية مستعمارة وعندها قوات لم ينورسون موجودة تمها ومبعوت من الأمم المتحدة وسبقه كانت علاقتنا طيبة مع الأشقة في المغرب الحدود مفتوحة وقضية السحرة بين يدين مثل ما قروا أنا دك رحمهم الله في ثلاثة المالك فهد والشادلي والحسن تاني قروا على أساس العلاقات تبقى طبيعية والحدود مفتوحة وقضية السحرة تبقى في الأمم المتحدة ما هو شي جديد احنا ما تبدناش وما نتغيروش والأمر الواقع ما نقبلوش ماهما كان الحال طبعا هو ملف مهم لكن كما قلت الوقت يزاحمنا والموضوعات كثيرة الآن نذهب إلى ليبيا أيضا ملف مهم جدا بالنسبة للجزائر وهنا أذكر ما صرحتم به تقريبا قبل عام تفضل تفضل باش نفصلوا في هذا الموضوع تفضل احنا ما نش خارجين على القانون الجمهورية العربية الصحراوية عضو مؤسس لاتحاد الأفريقي عضو مؤسس كانت عضو في الاتحاد منظمة الاتحاد الأفريقي لما تغير صبحت الاتحاد الأفريقي ما بين أعضاء المؤسسين الجمهورية العربية الصحراوية فيها 75 دولة معترفاها بالجمهورية العربية الصحراوية إذن احنا الغالي كان أنا كنت استقبلتوك مقبل ما نش استقبلوه في الخافة ولا استقبلوك على الشعب الصحراوين تخبو لما جمهورية لما كان هناك جدل بالطريقة التي غادر بها إسبانيا إلى الجدل لا غادر بها غادر بها برخصة من إسبان سمعاته القضية المحكمة العليا وقال ما لا شي إذا أدنت لي بالعودة للملف الليبي صرحتم قبل سنة بأن طرابلس خط أحمر واستقبلتم قبل أيام رئيس الحكومة الوحدة الوطنية سيد دبيبة باختصار لو تلخص لنا عندما قلتم بأن طرابلس خط أحمر يعني ماذا كنتم تقصدون كنا نقصد أن ما نقبلش باش تكون أول عاصمة مغاربية وإفريقية يحتلوها المرتزق كنا ندخل أنا ذاك تدخلوا عسكريا ندخلوا بصفة ولا أخرى ما نبقوش مكتوفي لأيدي ولما قلنا خط أحمر حقيقة كان خط أحمر وفهمونا وصلت الرسالة وصلت الرسالة ولم تحتل طرابلس احنا ناس مسالمين بس أحكي ما يقول لك الجزيرة لما يطلع الدم لك مخلاص الحق يبقى حق والظلم يبقى دل ما عدناش منطقة رمادية في بعض الظروف يا أبيض يا أسود الرمادي ما نعرفوش بشكل سريع أيضا سيد الرئيس ما يجري في مالي وهو أيضا مهم جدا انقلاب يرث انقلاب حتى بالنسبة طرابلس اليوم تفضل كان أول رجوع الديبلوماسي الجزائري صحيح الجزائري كانت تمحات من الوجود منها تسرق في الليل تسرق في النهار تسرق في الخافة ما كان لها اليوم النخوة تعال الجزائري رجعت الديبلوماسية رجعت وفعالة ومع الجيران قبل باقي العالم كانت تعطينا سبق صحفي عن دور الجزائر في الأيام القادمة وشهور القادمة تتعلق بالقضية الليبية وإحنا القضية الليبية واش طلبنا طلبنا من برلين حضرنا في برلين طلبنا باش تكون انتخابات عامة حتى نعرف من يمثل من لأن كل واحد الدائب اللي هو هو ليبيا قلنا انتخابات عامة تحت الأمم المتحدة تحت إشراف الأمم المتحدة ثم انطلق في دولة عشرية كان بالإمكان كل فرقة الليبيين كل رؤساء القبائل كل طلبوا باش يدخلوا الجزائر باش يتلاقوا في الجزائر ويقروا يعني قروا ينتخبوا منهم من يعني يسير مواقعاتنا الدولة الليبية احنا رفضنا رفضنا لأننا قلنا احنا ناس دولة تحتارم القانون وقانون دولي وعمر الجزائر منذ استقلالها إلى يومنا هذا ما خرجت بميليمتر على القانون الدولي احنا الدولة الوحيدة ربما نبدأ عدم تدخل في شؤون الغير هذا المتدخل والسماع والطاعة للأمم المتحدة قاونين دولي نعم الأمم المتحدة اللي تقرأ الأمم المتحدة احنا نطبقه أمم المتحدة في النهاية عفونا على المقاطعة ننتظر دور مختلف بالنسبة للديبلوماسية الجزائرية فيما يتعلق بالشأن الليبي أكيد طلبوا تقريبا مننا الشي اللي كانوا طالبين القبائل الأخرى اليوم رسميا طالبين باش المسالحة الوطنية عملية المسالحة الوطنية بين كل فرقة الليبيين تكون في الجزائر وقدر طالبنا سيد دبيبة بنفسه وصرح بها التليفزيون الجزائري وهذا الشيء شرفنا شرفنا لأن الأشقاء الليبيين عرفوا باللي الجزائر ما طعم معه حتى في شيء ما عاد رد الجميل الشعب وقف معنا أثناء الثورة مقدسة جاء الوقت على حسنية ما عادنا حتى شيء طالبينه بالمقابل يبدو أن المالي داخل في الطوق بتاع الجزائر أن كان لك أن تشرح هذه الفكرة إنها مهمة نشرحها لك نشرحها لك مالي ساحل بصفة عامة تزعزع من بعد ليبيا في قوافل طويلة وعريضة حاملة سلاح تقيل وخفيف ومتاجها للساحل تمثل دول تمثل عصابات ولكن شافوها الساتر راقبوها ولا واحد وقفها وش معناتها معناه معناه تطوق الجزائر بعد اختراقها يصبح سهل هذا يجروني للسؤال هذا علش الجيش انت عنان الجيش مقدس وجيش قوي ويزيد يتقوى أكثر طيب هناك سؤالان يعني مهمان سؤال الأول شاهدنا في فترة الأخيرة مناورات عسكرية مكثفة للجيش الجزائري بمختلف الأسلحة هل هي رسالة لجهة ما حذر من شيء ما باختصاله تقريبا لا لا هو الجيش خرجه من السياسة خرجه من السياسة رأي في بلق 12 سنة 15 سنة خرجه تماما من السياسة وفات المهنية هذه داخلها في المهنية انتعى الجيش يعني الجاهزية في أي لحظة جاهز لأي طارق ما فقاش يدير السياسة الجيش خطاه طيب العلاقة مع فرنسا الرسائل المتناقضة آخرها رسالة صحفية عن طريق صحيفة فرنسية وكلام قوي باتجاه الجزائر أو السلطة وطبيعة السلطة في الجزائر حتى سبقوا الانتخابات القادمة بأنها فرصة ضائعة أخرى للتغيير في الجزائر بينما تصريحاتك أن علاقتك بالرئيس الفرنسي جيدة وبالتالي كيف نفهم هذه الصورة سهلة للفهم فرنسا فيها عدة فرنسات فيها ثلاثة لوبيات ووحد ما يمشي مع الأخر وكل واحد يقرر فيها لوبي نتع ناس اللي خرجوا مننا بعد الاستقلال وما زال أحفادهم وأحفاد أحفادهم ويغدوا فيهم الروح نتع الكراهية على الجزائر والجنة المفقودة اللي فقدوها وإلى آخره فيه ناس وهذه الناس هذو الانتقاميين معهم بما كان يسمى بالمنظمة الجيش السري لوعيس اللي قتلت الجزائريين ووووه ما زالت إلى الآن في فرنسا ما زالت موجودين إلى الآن سيد رئيس يعني بكل أسف فيه لوبي آخر تكون من الناس الجزائريين اللي يختاروا الأنة باش يمشوا مع فرنسا بكل أسف الوقت جداً حاصرنا. بقي معي القضية الأهم أيضاً. بالنسبة للديبلوماسية والموقف الجزائي التفضل. إذا كنت ربما كنت معني على تعني المقال لوموند. لوموند يطبق عليه القول إذا أكرمت الله إيما تمرد. تمرد. لوموند كان ممنوع. لأنه لوموند من لي مت المؤسس انتاو بيف ميري. نحارف تماماً. نحارف تماماً. مبقاش مع شيء بال يما أكرمتموه. لأنه أنا دخلتهم. كانوا منوعين في الجزائر. أنا اللي دخلتهم. وصباح يعد في الليد اللي دخلتوه بالأكاديب اللي كان صح ما عليش. الجزائر. ماهيش اللي يتكلم عليها لوموند. يعني فقط لأن الوقت كالسيف. فقط سؤال أخير فيما يتعلق به القضية الفلسطينية. شاهدنا تحرك كبير الدبلوماسية الجزائرية فيما كان يجري في الأراضي الفلسطينية وخاصة في غزة. باختصار سيد الرئيس. العالم تغير. هناك دول اتجهت باتجاه. دول عربية باتجاه التطبيع. وما زالت الدبلوماسية الجزائرية على حالها. كلمة أخيراً نختم بهذا اللقاء. نحن ما نغيروش المواقف تانا. أنا قلت لك. نطلق المواقف تانا ما نتغيرش. لا بالتقادم ولا بالتخادل. فيه اتفاق. على مستوى الجامعة العربية. كل عرب اتفقوا أن يكون فيه سلم مقابل الأراضي. يعني دولة فلسطين ومبعد السلم مع المحتر. اليوم لا 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 أراضي ولا 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 حزنون. ايه وعلش نطبق عنه. سيد الرئيس عبد المجيد التبوند رئيس الجمهورية الجزائرية. شكراً جزيلاً لك عن من احتنى هذه الفرصة لهذا اللقاء. وشكراً مرة أخرى أن أصبحت الجزيرة معتمدة في الجزائر. مشاهدين الكرام. بذا نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص. إلى اللقاء بإذن الله. اشتركوا في القناة